قبل ما نروح للتحليل الفني مع ضيوفي لاعب الفريق أليكس يونج المحترف الأمريكي اللي هو جه السنة اللي فاتت وكان جه من الدوري الروسي قادم من الدوري الروسي وما أدرك ما الدوري الروسي الدوري الروسي قوي جدا وهو لاعب من اللاعبين أصحاب الأرقام العالية أليكس يونج السنة اللي فاتت انضم مع النادي الأهلي السنة دي جددوله أليكس يونج من كتر عشقه وحبه في مصر والنادي الأهلي خلف بنت من يومين أو من أسبوع خلال يقول عشر تيام تقريبا كان هو دي طبعا لقطات لعبنا المحترف أليكس يونج من حوالي عشر تيام أو أسبوعنا وكان في الولايات المتحدة الأمريكية بيستقبل طفلته سماها كايرو أو القاهرة سمى بنته كايرو أليكزندر خلي بالكم أليكزندر برضو تمشي إسكندرية برضو يعني الإسكندرية اللي بناها يقال طبعا أنه أليكزندر الأكبر فطبعا هو كده يعني من حبه وعشقه لمصر طبعا أولا والنادي الأهلي كجزء من مصر سمى بنته كايرو وتمنى أنه بنته لما تجبر تزور مصر وتحب مصر زي ما هو بيحبها الحقيقة خلينا أقول لكم أنه اللي بييجي طبعا دي صورة طبعا لأليكز يونج وهو محتضن بنته كايرو خلينا أقول لحضراتكم أن أليكز يونج أو أي لعب أجنبي بييجي مصر بيحب مصر زي ما قلت لكم دائما أبدا مصر هي قبلة العالم كله كانت ومزالت والحقيقة يعني بتلاقي فيه أمان المعاملة بتلاقي كل شيء حلو تقدر تعيش فيه في مصر بتحب الأجانب بيحب يعيشوا في مصر وزي ما شفنا زمان اليونانيين وشفنا الإيطاليان وشفنا كل الجنسيات كان بتتخذ من مصر مقر إليها وحبة تعيش في مصر أليكز يونج حس بالشعور ده صورنا معه تقرير طبعا في الملعب سمعنا هو قال إيه طبعا تقرير كان هو